تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 30.5 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 45 طن في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 620 قضية من بينها 89 قضية خبز نقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 73 طن أقماح محلية